والمقصود بأن بعض الناس يقول أدعو 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 ولا يستجيب الله لي وهذا يدل على ماذا؟ على أولاً أنه يمن على ربه والثاني أنه قد أساء الأدب مع الله والثالث لم يحسن الظن بربه جل وعلا لم يحسن الظن بربه جل وعلا ولذلك من الأدب المسلم مع ربه أن يدعو ويسأل الله عز وجل الخير فقد يستجيب الله له حالاً أو مآلاً أو قد لا يستجيب له جل وعلا هذه الدعوة لأن هذه الدعوة التي قد دعا بها وربما توجه إليها قد يكون في هذا الأمر هلاكه قد يكون فيه هلاكه قد يكون فيه ذهاب دينه وذهاب إيمانه مثل ما قال الله جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين يقول عاهد الله إن أعطيتني يا رب أني أتصدق وأكون من الصالحين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به لا وأيضاً وتولوا وهم معرضوا تولوا ليس فقط بخل بل بدأ يعطي ظهره الذي يأخذ الصدق بل وصل الحال كما هو الحال مع قارون قال إنما أوتيته على علم عندك